طب اعمل ايه؟ ما هو بيخليني اغلط الشيطان وبيوسوسلي بأفكار بضعف قدامها وبيزين لي حاجات بيبالغ قوي في جمالها فلما جربها جميلة سوى بالغ قوي في التزيين فكان فيه شقم حسيت بيه لكن برضو بضعف تعمل ايه؟ ده الاساس الرابع وانت بتبني علاقتك بشطانك التطهير المستمر التطهير المستمر ده عامل زي جندي بيحارب كده كل ما يتصاب يعالج نفسه فيقوم اقوى والضربة اللي ما تموتش تقوي زي ما بيقوله في المثل والتطهير المستمر ده النبي قاله في حديث يوم ما سيدنا ابو ذر قال اوصني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله الثلاث حاجات هم دول سكتك مع الشيطان قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة بالحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اغلب الناس حفظ الحديث ده انقلوا بقى من ملف المعلومات لملف التحقق يعني تعيش بيه يبقى حقيقة في حياتك اتق الله حيثما كنت يعني اي خطوة بتعملها في حياتك هي مش بره سلطان ربنا ربنا سبحانه وتعالى الاله له الامر والنهي في كل شيء فاخد بالك وكمان الشيطان لا يفارقك فهو معاك في كل شيء فاتق الله يعني خلي في بالك كده قبل اي تصرف انا دوري ايه في الكون ده انا اسمي عبد والعبد ده تحت امر سيده ومولاه العبد ده يسمع كلام ربنا ويبقى على مراد الله فيؤجر يا يغلط فيتوب في حاجة تالتة يغلط فيصر يبقى هو عنده اشكالية في ترميزه لما اغلط وصر واحكي للناس كمان على غلطتي واقجاهر بيها وادعو الناس ليها فين العبودية هنا وبالتالي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة بالحسنة تمحوها طب انا غلط طب هتخش النار لا استنى ربنا رحيم ده ربنا قال ان الحسنة بتطير عشر سيئات وان السيئات ما بتطيرش الحسنات دي قاعدة ان البني آدم لو عمل حسنة بعدها سيئة السيئة مش بتمسح الحسنة ما عندناش كده لكن عندنا ان الحسنات يذهبنا السيئات زي ما ربنا قال في القرآن والنبي بيقوله عليه الصلاة والسلام اتبع السيئة بالحسنة من الحسنات اللي بعد السيئات التوبة انا يا رب غلطان حقك عليها مش هعمل كده تاني ويقوم طلع مبلغ كل واحد على قد قدرته من الحسنات اللي بعد التوبة وخالق الناس بخلق حسن اللي هي الوصية التالت يعني ايه خالق الناس بخلق حسن لان خبالك انت ممكن تعمل سيئات ما تبقاش بس في حق ربنا فالتوبة لا تكفي فيها فمن الحسنات اللي بعد السيئات رد الحقوق رد الحقوق مش ان انا سرقت من واحد الف جنيه فارجعها له بس ده اكيد لازم يحصل بس انا ممكن ابص الواحد من فوق لتحت فمحتاج ان انا بعد كده ابصوا نظرة احترام علشان البصة اللي من فوق لتحت دي بنت بيننا كم من المشاعر السلبية واضمار الاذاء عايز يردها عارف اللي اتضرب في اخناقها فمتدايق او عايز يرجع يتخانق ويدرب تاني احنا الشيطان بيعمل معنا كده لما يبقى فيه مشاعر سلبية تحس ان احنا عايزين ننتصر على بعض حتى في نظرات العين والشيطان عمال يسخن عشان كده خالق الناس بيخلق حسن عشان ما بقاش بعمل سيئات في حق ربنا وبتوب بروح عند ربنا لايحقوق فرقبت كتير كلمة مش كويسة ونظرة مش كويسة واحتقار لده وانتقاص من ده وجون جاتمن عالم النفس الكبير عنده تجربة طويلة قوي قاعد كابلز كده في بيت وركب كاميرات معينة وبعد التجربة قال ان البيوت اللي بتستمر هم اللي بيقابلوا الاساءة بخمس حسنات وحط كده نظرية ان خمسة لواحد لو واحد غلط في المرات وغلطة مش كويسة المفروض ان بعدها يعمل خمس تصرفات ايجابية تمحوا اثر الغلطة دي في قلبها وتخليها مشرقة ان ان شاء الله ده مش يحصل بيسمول امان العاطفي والكلام طبعا للستات برض لو واحدة عملت في جزء حاجة تمسحها بخمس حسنات واحدة كمان مع بعض كاصحاب وزمايل في الشغل لان الانسان قلبه ممكن يشيل وبالتالي وخالق الناس بخلق حسن ومن حسن الاخلاق لم اغلط امسح باعمال كتيرة يبقى التطهير المستمر بيجي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة بالحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما قال صلى الله عليه وسلم والتطهير المستمر ده هو اساسك الرابع وانت في رحلة حياتك بتبني علاقة العداوة الله ربنا طلبها مع الشيطان اشتركوا في القناة